السلام عليكم ورحمة الله معكم خديجة العبناني دائما في إطار مكافحة جائحة كورونا اليوم غدا نتكلم على سبول السلامة المهنية وخصوصا بعد تدابير التنظيمية والإجراءات الوقائية وذلك من أجل توفير بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من المسببات العدوى فمن أجل توفير هذه البيئة لازم أخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات منها طبيعة العمل كذلك تحديد وتحليل المخاطر تقييم المخاطر والتصدي إلىها التخطيط الهادف المبرمج التنفيذ والالتزام عن طريق تتبع ورقابة كذلك لازم توفير وسائل الوقاية تأمين النظافة العامة والحكة على غسل يدين بطريقة جيدة ومتكررة كذلك لازم تعقيم الأماكن يعني أماكن للاشتغال والأجهزة والأدوات وكذلك مقابل الأبواب وهذا من جهة من جهة أخرى يعني لازم إشراق الأفراد يعني العاملين والزبناء في تحقيق هذه السلامة المهنية كذلك لازم اتخاذ بعض التدابير الأخرى مثلاً كالحفاظ على العمل عن بعد باستعمال التكنولوجيا الحديثة كذلك تعمل التكنولوجيا الحديثة فيما يخص الإجتماعات والتواصل والتحسيس بين العمال يعني هذه مجموعة دل التدابير اللي يمكن نتخذوها من أجل الحفاظ على سلامة العمال وكذلك الحفاظ على مسافة الأمان اللي هي واحد متر ومنين تتكلموا على واحد متر يعني واحد متر بجميع الاتجاهات يعني الحفاظ على مسافة الأمان في الدخول في الخروج في جميع أماكن العمل بما فيها يعني قاعة الاجتماعات بما فيها يعني قاعة الأكل يعني لازم أننا نحفظو على التباعد الجسدي كذلك لبس الكمامات أو ارتداء الكمامات الالتزام بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات المعطات وعدم مخالفتها أو تهون في تنفيذها وكل هذا من أجل تجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا وشكرا